دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي كان في مجلس النواب النهاردة لرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليه الوزير قال إن الموازنة الخاصة بالأدوية وبالمستلزمات الطبية للمستشفيات الجامعية تبلغ 2 مليار و 294 مليون جنيه منها مليار و 500 مليون جنيه من الدولة والباقي تبرعات ده معناه أن نصيب الفرد من الإنفاق المباشر من المستشفيات الجامعية يبلغ 150 جنيه فقط لأن عدد المواطنين اللي بيحصلوا على خدمات طبية من المستشفيات الجامعية 18 مليون مواطن يعني لو أسمنا هذا الرقم على هذه الميزانية هيطلع من نصيب الفرد 150 جنيه فقط وقال إنه لا يمكن إن المبلغ ده يكفي للصرف على المريض من أدوية ومستلزمات طبية خصوصا بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية 100% الوزير أيضا اتكلم عن العجز في التمريض وقال إنه انخفض من 48% إلى 23% في المياه شكرا